هسه انتو جبتونا ديمقراطية ديمقراطيتنا احنا مشوهة وعيدها واقولها الف مرة الديمقراطية مالتنا صارت عبارة عن سب وشتم بالفيسبوك وبالواتساب وغير شي غير من الديمقراطية ها كل شي ما بتاهمنا كل شي ما وصلنا من هاي الديمقراطية طيب نفذوه هسه خلي واحد منكم يقول خلاص انا اغلبية وانتهى الموضوع وروحوا تحالفوا يتقدم تحالفوا يديمقراطي تحالفوا يدورة القانون او سوي كتلة شبيرة وادخل البرلمان وخلنا خلاص ما معقوله اكو ناس اكو موازنة هسه ناس تبعث لنا مناشدات هذا اللي مفصول هذا اللي يريد يرجع هذا اللي تتعين هذه كلها بالموازنة ما موجودة ايش وقت راح تقرروا الموازنة ايش وقت راح تشتغلون ايش وقت راح تجيبوا الرئيس الوزراء ومن يجي رئيس الوزراء ايش وقت راح يختار حكومته طريقنا طويل واحنا حكومة تصريف احمال بس يعني متى نشعر بالمسؤولية يا جماعة معقولة يعني هذا الكلام خلصونا انتهى ارفع المحكمة التعالية ارفع امر ولائي يقل تقول يقل تغيري انتقابات يلا خل تبغيها اذا يسمح لها القانون اذا ما يسمح لها خلاص نتقبل هذا الموضوع وانتهى الموضوع خلاص مفوضية كلها قضاء والمفوضية يا سيدة العزيزة مو احنا اللي جبناها هي الكتل بينات مجابتها مفوضية مستقلة ما لعلاق المواطن العراقي احنا دينتحمل هذا الاسى والضيم شنو شنو هذا احنا ايش دينتحمله شنو دينبنا ندفع هذا الموضوع هم بيناتهم كتل وهم دينتحاربون احنا دينتفع هذا الثمن مني ومنش ومن الاخوة البقية نتمنى ان يصافوني نتمنى ان يوصني لها حل ولو انا متشائم من اجل ان ننهي اللقاء بهذه الكلمة انا لا ارى انه هناك نهاية ايجابية لهذا الموضوع اشتركوا في القناة